بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي الطلبة أسعدتم مساء متحدثكم مدرس مساعد أمير فاضل الطعمة وجامعة أهل البيت اليوم أخذتوا بالكورس الأول مادة الكيمياء الأضوية والكيمياء التحليلية وأيضا أنا أعتقد الكيمياء اللاعضوية فوصلنا للكورس الثاني ولو محاضرة متأخرة محاضرة بلشتوا سبيما بالكيمياء الحياتية الي تأخذون منها الجزء في الكورس الثاني من المرحلة الأولى وأيضا تكملون السيليبوس الي هو باقي المواضيع في المرحلة الثانية إن شاء الله إذا الله أطال في أعمارنا وأعماركم إن شاء الله نكون إيد وحدة ونوصل المحاضرة لكم وأنا راح أشرح لكم المحاضرة بأبسط طريقة والتليجرام موجود أخواني الطلبة وأي استفسار أنا جاهز لإجابة على استفساراتكم وأسئلتكم محاضرتنا اليوم هي الكاربوهيدرات علوماتكم عن الكاربوهيدرات أي أكل ناكلة هو الكاربوهيدرات شباب أي شي يشوفوا هو الكاربوهيدرات يعني أكل أول شي خلق نعرف شن هو الكاربوهيدرات تعريفة تفضيحوا راح أينتجل أفوه غافوا ما بعد التحلل حسنا شباب أحسن 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 ما هو المرقب؟ CH2O-N هذه المرقب معروفة الكربوهيدرات مثلا نسألنا هذا المركب وهو كلوكوز كلوكوز هو كربوهيدرات كلوكوز هو كربوهيدرات هنا ما نرى شباب؟ نرى الالديهايد ما لدينا الالديهايد وكيتون الالديهايد تركيب مالته كما ترى C double bond بينما الكيتون هو C double bond حسنا شباب؟ هنا كذلك يعني بين قوسين المركب الالديهايد اللي هو الكربوهيدرات اللي هو الالديهايد راح نرى المركب الاولي بالتتابع الكربونيل فولي هيدروكسي فرح نرى double bond لازم تكمل ادنى واحد اثنية ثلاثة اربعة اواصر سيكتمل الكربون اوكي وهو CH4 معروف هنا راح يجي الكربون رقم اثنيا اللي هو واحد اثنيا double bond هذا كيتون هنا كذلك هاي الصورة اللي هي جديسرالديهايد والداي هيدروكسي اسيتون هذه من جماعة الالديهايد وهذه من جماعة الكيتون الكون حسنا نجد نعروف ما انه انتو اطباء اثنان عموا ان انتو اطباء اثنان لازم تعرفون شنو اللي با او ميدكا يعني الاب او ميديكا يعني الاغراض الطبية المهمة بالكربو هيدراطي اكثر الاخذية التي نأخذها بالكربوهيدرات هي الطاقة تبطينا الطاقة البرينخي وربيسي الأقوى تزيل الكربوهيدرات يعني الدماغ و ايضا الاربين retirement راح تعتمد على الكربوهيدرات كطاقة الهي أيضا تشتغل كمصدر خازن للطاقة مثل كليكوجين الكاربوهيدرات هي مادة أساسية لمعظم المركبات الأضوية مثل الدهون الأمينو أسد تشتغل في تركيب الجدار الخلية أيضا تدخل جزء أمين من تركيب الجدار الخلية وأيضا وظيفة الخلايا مثلا نمو الخلية وأيضا أدهيجين التساقها وتكاثرها بعض النواتج الكاربوهيدرات تستعمل كدواء مثل كاردياك، كلايكوسيديك، أنتيبياتيك، وأيضا نرى عمليات السكري ما هي مصادر الكاربوهيدرات؟ المصادر الكاربوهيدرات هنا أنا، الفات، شوفوا شباب، الفات، الفات، الأويل، الدهون، والسويت، الحلويات، أيضا، الميت، اللحم، البويتري، الدجاج، الفيش، الأيك، المولك، اليوغيرت، الشيز، كلها كاربوهيدرات أيضا الفروس، الفواكه، الخضروات، البيجيتابولز، وأيضا البريد، الخبوز، السريال الحبوب، الرئيس، التمن، والباستا هذه المجمل، هذه مصادر المن للكاربوهيدرات الآن نغطينا جزء بسيط عن الكاربوهيدرات، لازم نعرف ما هو تصنيف الكاربوهيدرات التلاسفيكيشن، هي شنو عدنا أولا، المونو سكرايد، أحد السكريات، والأوليغو المتعدد، والفولي أيضا المتعدد، ولكن هناك فرغ ما بينهما نعرف شنو هو، وأيضا ما بين المونو سكرايد والأوليغو سكرايد، يوجد الداي سكرايد ولكن نصنف من ضمن المونو، ما هي المونو؟ المونو سكرايد، الأبسط الكاربوهيدرات، المونو سكرايد، أو الديهايد، أو الديهايد، أو كيتون، مثل ما شفناها، مع مجموعة هيدروكسيل، يعني أكثر من خلية هيدروكسيل، من مجموعة هيدروكسيل، يعني مثل ما عرفنا، مثل كلوكوز، اللي شفناها سابقا، شنو يحتوي كلوكوز على C double bond O H، هذا شنو كيتون، وأيضا شفنا، أنا معتقد كان الفريكتوز، اللي هو C double bond O C، هذا شنو كيتون، أوكي، فهنا شنو عدنا، أول شيء عرفنا هو، أبسط كاربوهيدرات، ويحتوي أما يكون الديهايد أو كيتون، ويعمل مع مجموعة هيدروكسيل، اثنين أو أكثر من مجموعة هيدروكسيل، المونوسكريت، شنو هي؟ كالرلس، عديمة اللون، كريستالين، صولد، قوية، عشي كالكريستال، يقبل تذوب بصورة حرة بالماء، ويهتم بالطبئة الإنسلوبة بالنماظر والماظر والمذابات الغير القطبية، ولكن يقبل كفن لحضر الأسلوبية، ويهتم بالتضبع ويهتم بالنماظر، ويدوب، ويهتم بالتضبع في حضر الأسلوبات المذيبات الغير قطبية، المونالكسكرايد تصنف ايضا الى اولين تعتمد على من على عدد الكربون اعتماد على عدد الكربون مثلا ادنى التريوز يحتوى على ثلاث كربونات ثري كربون اتوم التتروز فور كربون اتوم بنتوز فايف كربون اتومs هيكسوز سكس كربون اتومs هبوتوز سبين كربون اتومs اكتوز ايت كربون اتومs ايضا تعتمد علي من على خصائص الكربوني القروب ألديهايد او كيتون اoman اعرف اولا يعتمد علي من على عدد الكربون هنا لا يعتمد على خصائص الكربوني أما الديهايد أو كيتون الالدو شقر الالدوز اللي هو الالديهايد اللي هو الالدو شقر الالدوز يعتمد على الديهايد مثلا لدينا شنوى الكلوكوز الريبوز الروثروز والجليسر الالديهايد ايضا يصنف المن الى هاي واحد هاي اثنين هاي واحد هاي اثنين المن يصنف ايضا الى كيتو شقر اللي هو الكيتوسيز كنتين كيتون غروب مثلا لدينا شنوى الفروكتوز والريبوز والديهايدروكسي أسيتون دايهايدروكسي أسيتون هاني اولا تصنيفات المونوسكرايد هاي سيأتي الفيزيكال مونوسكرايد اولا معظم مونوسكرايد اغلب السكريات الحادية تحتوي على طعم حلو مثلا الفريكتوز المونوسكرايد مونوسكرايد التي يجب كما تكون سيأترا People with Obsc 3.7% naar المونوسكراük هذا الإثنين ثانياً، إنه مضيحة في حوالي روح يصير قوي في تحرات الغرفة ثلاثة، ماء مضيحة مضيحة بقوة بالماء أربعة، حيث مضيحة 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 خلفي أغلب مضيحة 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 مضيحة، تصميم غير حاخرت ثلاثة، يبقى عضيرة مضيحة فيما يحب العضلية يعني هنانا على الرغم من وهي أحدها وزن جزائي عالي ولكن وجودها بكميات كبيرة يعني الهيدروكسيليغروب نشوفها بكميات كبيرة موجودة بالمونوسكرايت سيساعدها على ذوبان أكثر من الموليكيول تحتوي على نفس الوزن الجزائي المهم الكلوكوز يستطيع الوزن في كميات كبيرة الكلوكوز سيضب في كميات دقيقة جدا من الماء يستطيع الوزن ماء الشراب هذه الخصائص الفيزيائية المونوسكرايت أعرفنا هي طعامها طيب وأيضا قوية وتذوب بقوة بالماء هنا الوزن الجزائي ماته بالرغم من وجود سنرى كميات كبيرة مائن من الهيدروكسيليغروب سيضب سيضب أكثر من باقي خواتها أيضا الكلوكوز سيضب بكميات دقيقة بالماء حتى يستطيع شراب هذه الخصائص الفيزيائية هذه الخصائص الفيزيائية الآن سيأتي شنو الدايسكرايت شبابنا الدايسكرايت مثل المالتوز الاكتوز السكروز سيضب لديه موناسكرايت موناسكرايت جوين الدايسكرايت يعني موناسكرايت زائد الموناسكرايت ما سيضب دايسكرايت موناسكرايت هيا لدينا اثنين موناسكرايت راح شطينا دايسكرايت راح ارتبطن راح ارتبطن تساهميا ابتباط تساهمي جوين باي شنوه اصر اسمها شباب هذني يعني اذا من تجي فراغات او سيلكشن يعني امسي كيو هذني مثلا انا اقول لك هاي صح لو لا اعطيك هاي المعلومة كلها اقول لك هاي صح لو لا او مثلا نغير او نعطيك سيلكشن مثلا نقول لك جوين كوفلنت لي باي شنو اعطيك ليكو سيلك بوند فات اربع بندات اوكي شباب وش فوم وان هيدروكسيل غروب وان هيدروكسيل وان هيدروكسيل يجب ان تحلد لتجنع من المكونات لتجنع من المكونات مونات حر مكونات مكونات باي شنو يعني راح نضب الديساكريد مثل الواتر باث حمام مائي بحاموض مخفف راح يتحلل ويضطينا مونو سكرايت حر الانيجاكو سيل بوند جوين الانوماريك كربون الانيجاكو سيل بوند جوين الانيجاكو سيل بوند جوين الانوماريك ويضطينا المهم ان تركز عليها وصلنا الوليجو سكرايت الوليجو سكرايت لا تتكون شبابنا الوليجو سكرايت عني كاربوهيدرايت من ثلاثة الى ستة من ثلاثة الى ستة من ثلاثة الى ستة ولكن لا الاصاح شبابنا الوليجو سكرايت تحتوي على اثنين لعشرة مونو سكرايت موليكيول شوفوا الى هنا هنا شوفوا اثنين الى عشرة هاي معلومة من جبتها من المصدر انا مثلا اقرأ مصادر اجي من المصدر ومصدر اخر انا اتوضح لكم انه اكو ناس يقولون من ثلاثة الى ستة ولكن المعلومة الاكثر شائعة هي تتكون من اثنين الى عشرة مونو سكرايت حسنا اعرفنا المونو سكرايت هو السمبول الداي سكرايت من اثنين شنوه من اثنين مونو سكرايت الوليجو من اثنين الى عشرة هو شنوه الوليجو سكرايت من عشرة فما فوق هو البولي سكرايت انا خليوا المعلومة بالكم هنالك يعني وظيفة الوليجو سكرايت هو التعرف على الخلايا وارتباطها اوكي هاي المعلومة احب انا اشهر لك تتركز على ما اشهراني نسألوا طلاب الثاني وطلاب الثالث بزيان شباب Most of the few naturally occurring olycosaccharide found in plant اكثرت هون موجودة موجود بصورة طبيعية بقمية قليلة بالطبيعة هنشوفها بالنباتات المهم انا بس ارتعرف لكم انه هاي المعلومة اللي هو وان موجود بكمية قليلة بالطبيعة الزين بالاخذية الolygo saccharide شنوه هنا يقولك عرفنا هو مكان المغرقية الolygo few يحتوي على 2 الى 10 مونو ساكرايد شون راح يرتبطن كلايكو سيدك بونت شون راح يرتبطن كلايكو سيدك بونت اوكي شباب انا عرفنا 2 الى 10 مونو ساكرايد ارتباطن شون راح يصير راح يصير بكلايكو سيدك بونت اوكي هنا الدايساكرايد عرفنا يحتوي على اثنين ترايساكرايد ثلاثة تراساكرايد اربعة بنتا ساكرايد هاي اسمها يعني مثل اكزامبل دايساكرايد مالتوز اللاكتوز السكروز المالتوز مين يحتوي شوف شباب هالجدول اريده منكم هاهم راح اكتبلكم مياه زيان المالتوز يحتوي على كلوكوز وكلوكوز ذرتين كلوكوز شيسمو مالتوز على دايساكرايد اللاكتوز يحتوي على كلوكوز وقالكتوز بينما السكروز شيحتوي على كلوكوز وفركتوز هاذا الديساكرايد نيجي على التراساكرايد اللي هو الرافينوز يحتوي على كلوكوز فركتوز غالكتوز التتراساكرايد اللي هو استاكيوز اثنين غالكتوز كلوكوز وفركتوز بينما الفايف البنتا سكرايت اللي هو البيرباسكوز البيرباسكوز الثلاثة الكريكتوز كلوكوز فريكتوز تتذكرون شباب من كتلكم الداي سكرايت مين يحتوي مين يتكون الداي سكرايت اثنين مونو مو هلو أباركم هاي المعلومة اثنين مونو المالتوز مين يحتوي المالتوز هو داي سكرايت لازم اثنين مونو شنو المونو الاثنين اللي سونا مالتوز اللي هو كلوكوز بكلوكوز اللاكتوز هو شنو داي سكرايت مين يحتوي ش يحتوي لازم اثنين مونو شنو المونو الكلوكوز والفريكتوز السكروز شنو وهو دايساكرايد ايضا دايساكرايد ايش يحتوي انه على كلوكوز و فريكتوز زين الرافينوز يعتبر دايساكرايد لو لا لا يعتبر اوليغو ساكرايد لانه من اثنين فما فوق اوكي يعني ثلاثة ساكرايد يعني تراي ساكرايد اذا شي يسموه اللا يفتح بين الرافينوز هو اوليغو زين يعني يحتوي اثنين لعشرة مونو يعني هذا يحتوي على ثلاثة ساكرايد شينو الان ثلاثة المونو ساكرايد Wo belong to theDr, Cl, Fr and Cr وايضا باقي الجدول الاربا يحتوي على الاربا مونو ساكرايد اللا هي, deux calling to glucose fructose وهذا ثلاثة cade делать, glucose fructose زين هذا ما يخص الأوليغو هس نيجي على البولي سكرايد قلنا لكم شو يحتوي على 10 مونو سكرايد موردان أكثر من 10 مونو سكرايد أوكي هذا راح نقسم إلى هومو سكرايد و هترو سكرايد هذا بالمرور المحاضرة راح نجينا تقسيماتها ونسولفها الهومو سكرايد الهومو سكرايد بولي الهومو يحتوي على ستارج كلايكو جين سيلوز إنولين ديكستران كايتين الهترو يحتوي على أقار والميوكو بولي سكرايد هس 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 نيجي على دور رول كاربوهيدرات في الخلايا الحية الكاربوهيدرات يعني هي عدة أدوار بالخلايا الحية الأورغانزم الكائنات الحية البولي سكرايد سير فور ستارج أوف انيرجي البولي سكرايد تشتغل يعني ما خزين الطاقة مثلا عدنا ستارج ستارج الكلايكو جين ستركترا كمباوننت مكونات تركيبية السيلوز تقوى للجدع من النبات الكايتين فور أريثروبود شعرات المفاصل أدنا الفايف كاربون مونوساكرايد هذا شوعتبر أليجوساكرايد الريبوز أدوار كمبوننت كمبوننت فور كو إنزيم هذا بالكورس بدأ بالسنة الثانية إذا أرطاني عمر راح إن شاء الله سواء أنا أو دكتور صاحب أستاذ نورد قدير إذا أرطاني المحاضرة يطاكم إياه راح أشرح لكم شنو هو الكو إنزيم أوكي اللي راح يدخل كآمل مساعد لعمليات العيض الخلوي اللي راح أصير بالكائن الحي لأنه الكيمياء الحياتية عبارة عن تفاعلات شرح تفاعلات اللي راح أصير بالجسم من تنتج النطاقة اللي هي الـ ATB وشنو دورها وشنو هو الميتابوليزم أوكي فإهنا الكو إنزيم الـ رايبوز مهم بمحتويات الكو إنزيم مثلا ATP FAD الناط أوكي وشنو الـ RNA شباب وأيضا قوة يضطئ المن للـ RNA RNA هو يستنسق من الـ DNA أوكي إيش يحتوي إنه يحتوي على قوائد نتروجينية هذا الـ RNA شريط الـ RNA يحتوي على قوائد التروجين مثل ما تعرفون اللي هو أدنين يوراسيل غوانين سايتوسين ليش قلنا هو أكو ثيامين ثيامين بالـ DNA واليوراسيل وين بالـ RNA فهذا الشريط اللي راح يصير له هو شنو التقوة الـ رايبوز ديوكسي رايبوز هو كومون الـ DNA شوف أيضا راح يطينا القوة من الـ DNA السكريات ومشتقاتها تلعب دور مهم وين بالجهاز المناعي الـ immune system والفيرتليزيشن التكاثر وبرفينت باثوجينيسيز تمنع الامراضية وبلد كلوتينج ويمنع أيضا يعني أيضا دور ببلد كلوتينج تخثر الدم وأيضا تطور الديبلوبنت هذا معظم ما هو يعني إلى دور الكربوهيدرات بي الليبك أركانيزم هس شباب نجي للإيزومير شنو والإيزومير هي مشتقات إلحة نمس عفو منتشفص لأنه تعبت يعني حضرت المحاضرة وهذا وقت غدا وجوعان المهم هم يوجد مواد مواد أضوية أو مركبات أضوية تحتوي نفس الصيغة الكيميائية مثلا كلوكوز فريكتوز مانوز أرهاب كيميكال فورميلة شوف شباب يعني هناك شنو قصده لدينا مثلا كلوكوز والفريكتوز والمانوز والكالاكتوز لدينا نفس الصيغة الكيميائية C6 H12 O6 هذا يسمون إيزوميل وصلت الفكرة يعني مركبات عضوية كيميائية العفو مركبات كيميائية لدينا نفس التركيب الكيميائي C6 H12 O6 أوكي مثلا هنا كلوكوز كلوكوز لدينا 6 C6 1 2 3 4 5 6 H12 1 2 3 4 5 6 1 1 2 1 2 3 4 5 6 12 1 2 3 6 1 2 3 5 6 شفت شباب نفس التركيبة بس شنو تختلف بمواقع المثل 3 6 6 7 7 7 8 8 9 9 10 11 12 12 13 14 12 13 14 15 16 20 20 20 21 21 21 12 24 24 25 20 22 23 23 24 24 ونفس التركيب الكيميائي ولكن يختلف بالتكوين المكاني هناك دائما من غليسرالدهيد غليسرالدهيد هو كاربوهيدرات أساسية هل نرى كيف هو غليسرالدهيد هو كاربوهيدرات أساسية هل نضعها شكليا من الأساسية وهو ميرر الميت شوفوا شباب هنا سوف نضعنا لنضعنا L و D الليفو روتيتري والديكسترا والديكسترو روتيتري هنا أنا شنو قصده بالايزوستريو ايزو مريزم أقوم مركبات لها وجه آخر يعني شبيه مرآتها هذا يسمى دكسترو ايزو مريزم راح نقسم اثنين اللي هو الليفو غليسرالدهيد و دكسترو غليسرالدهيد شكرا شكرا فشبابنا أعزاء راح يصرع لنا شنو هنا مرآت المن مرآت الليفو غليسرالدهيد و دكسترو غليسرالدهيد مثلا هنا لنا هذا غليسرالدهيد شوفوا هنا بالمقابل المرآت مرآت 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 الغليسرالدهيد سيد المراكبات هم مرآت لا المراكبات مرآت مرآت المراكبات المراكبات هنا هنا أصبح نظرة أربعة مركبات آخر يتتسق بثل vámon weirdbee هي التอก Pamela 2 لذلك الح題 لكم ايكي كآية الانتونة موضوع بلاد من الشخص تشكل debts من الجمال كل المونساكرايد هي تعتبر موليكيول درايف تعتبر دزيئات مشتقميا من بلافت كربون ذرة كربون مشتبه ما هل الوكب تختار تقتل لكم تقني حولي بعض الوكب تختار لنعلم ماذا هو الد و ما هو الال الدي شقر الدي شقر نحن 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 يمكنك نجاح فقط الدي شقر شباب مثلا احنا عدنا عرفنا كلوكوز عدنا كلوكوز اللي هو هذا مقابلنا هذا كلوكوز شوفوا عدنا دي و عدنا ال مو تعرفون كلوكوز مسؤول عن مرضى السكري يعني المرضى السكري هم عدهم مثلا نشوف نسبة كلوكوز عالية بالدم ليش لان وجود الانسونين هذا موضوع بعدين مروا مستقبل راح تعرفوه ما يطلبكم دي بي احنا شي نسوي شايفين اللي الله شفينا الشار ولكن عدهم اباهم عدهم سكر اجدادهم امامهم خالاتهم الجهاز السكر بالقلم يضربون بابرة او لانسيت يقيسون سكر خلون دم السترب راح يطلع وراء دقيق وراء ثلاث ثواني اربع ثواني راح يطلع عدنا شنوه النسبة السكر يطلع عندهم مثل مية وخمسين ميتين هذا شنو معناته مستوى السكر اللي كلوكوز بالدم هذا شي قيس الجهاز شي قيس يقيس الديكسترو مو الليفو يقيس الديكسترو تهمتوني شباب هاي معلومة خلوها ببعضكم شي قيس انا هاي ما كاتبها ولو هي مكتوبة هاي الدي شوكار او نترالي اكرين شوكار يعني الدي شوكار هو طبيعي موجود كشوكار زيان اه وايضا الجسم راح يقيض فقط الدي شوكار ما يعيض الليفو اوكي الدي شوكار اللي هو ديكسترو روتاتري كلينيكال براكتس شوف يعني شنو قصده هو اه يشتغلوه كلينيكيا يعني احنا ككلينيكال كيمستري كمحللين كيميائيين راح من راح تقيس السكر في قصد الليفو او ديكسترو ما تقيس الليفو او ديكسترو شوف افون فهاي المعلومة خلوها ببعضكم او بديكال ايزومياريزم موجود ما عرفنا اربع كربونات اربع قروبات موجودة بالكربون في اسيميتر كربون اتوم فقالية بصرية وان أبيم هنا شنوى مرات أبنى مثلا سائل مثلا كلوكوس حلينا ماء وخلينا بتيوبة خلينا بالسبكتروم فوتوميتر أو أولا حلينا وطنع عليه إشعاء هذا إشعاء راح ينقس الراية هو الديكسترو روتيتري الدي بوزتيف والليفت هو الليفو روتيتري يعيد يعيد الكمرة الثانية والأيضا المحاضرة تعيد الحجات الدي كلوكوس الديكسترو بدي فركتوز يعني هنا الدي كلوكوس اللي هو الديكسترو روتيتري ولكن الدي فركتوز هو ليفو روتيتري أوكي لأنه الدي كلوكوس شنوى اللي نقيسه بالجهاز السكر موجود بالجسم أوكي حسا وصلنا موضوع اسمه الإبيمير شباب أنا محاضرة طويلة ولكن أريد أختصلكم إياها والمهم اللي ده أحتي أوكي من تفتحون المحاضرة تطبعوها أحتي سمعوني كلام كلامي وتأشترونه بالمحاضرة يمكم لأن أنا شا سوي أسئلتي أعتمد أفتح الفيديو وأسوي على كلامي وتركيزي اللي ركزت عليه أسئلتي أوكي وأي استفسار عدكم موجود تيليجرام تراسلوني وأني إن شاء الله أكون خير عون لكم وحاضروا لأي استفسار لكم هاي سوى الشين الإبيمير خيطيكم إياها بالعربي أشرح لكم إياها السريع وبعدين نرجع نسولفها بالإنجليزي شوفوا شباب نحن هنا كلوكوز مانوز غالكتوز ثلاث مركبات ثلاث مركبات تحتوي على نفس التركيب على نفس التركيب تحتوي على نفس التركيب ولكن تختلف بذرة الأو اج بموقع ذرة الأو اج أوكي يعني هنا الكلوكوز مثل ماذا تشوفون شباب هذا الأو اج بالكلوكوز تكون اليمين ولكن بالمانوز تكون على اليسار بينما هذا هذا شنوه شوف الوجه التشابه ما بين المانوز والكلوكوز والكلوكوز الدي شوف شباب كل دي دي ليفو ما يعتمدون عليه بالشغل أكثر شي ديكسترو الإبمير شنوه قدنا مثلا إبمير ما بين المانوز والكلوكوز أوكي الإبمير ونشوفه بالكربون رقم 2 الـ OH اليمين بالكلوكوز والـ OH اليسار سيصير بالمانوز إذن بالكربون رقم 2 أوكي رح يصير إبمير ما بين المانوز والكلوكوز ما بين الكلوكوز والكالاكتوز الإبمير رح يصير وين بالذرة كربون رقم 4 هي الـ OH الطبيعية على اليمين فصارت على اليسار أوكي شوفوا هاي الـ OH هاي الـ OH نفس المكان ولكن الاختلاف وين دي يصير شباب الاختلاف ما بين المانوز والكلوكوز بالذرة رقم 2 الـ OH هاي على اليمين هاي على اليسار بينما الكلوكوز والقالكتوز زيان راح يصير الاختلاف ما بين الOH بالدر رقم أربعة الOH على اليمين وهي اليسار بالقالكتوز هذا شي يسمو ابيمير نرجع لحجماتنا ابيمير فهم due to variation and configuration of HOH وشفو اختلاف ما وين بال H والOH around a single kairacarbon وين على الاموز الفقري مع كاربون على اختلاف يعني around a single kairacarbon atom and the sugar molecule cort abymil abymers فهنا شي يقول لك يعني اختلاف يعني عسى تامي اعجب لك شنو تعريف الابيمير بالفاينال هاي لو تسولف لي انتهس هذا المخطط الحجية تعاني سولف لي هذا تقول لي بالزر رقم 2 يصرحي تشي بالزر رقم 3 يصرحي تشي يسمو ابيمير اوكي هذا شي يسمو ابيمير زيان المانوز وان اسشوف يقول لك المانوز بالزرقم اثنين شوفو بالرقم 2 راح يصير اه هنانا بالسي 2 والكالكتوس بالاربعة هذا التعريف وحدشي الابيمير معلومة حلوة وبسيطة ولطيفة الانومير هنا راح يصير شنو الانومير شوكار انسوليوشن اكزيست انرين يعني مرات السكريات بالسوائل بالسوائل راح تطينا حلقات تكون حلقات النوت انسي تريد تشين يعني ما راح تصير طويلة اوكي ما راح تصير يعني تشين عادي لا تكون على شكل حلقات الدو شوكار اش راح يكوننه مالي اردو شوكار فوم مالي بايري نوز رينغ بينما الكيتو شوكار اش راح يكوننه بفيري نوز رينغ سترك بفيري نوز بفيري نوز بفيري نوز وين بال سلوشن صحنا ادنا رينغ الو اج اذا جوه شسمه الفا دي كوز واذا الو اج فوق شنسمي بيتا دي كوز اوكي شباب هذا اذا هو الو شوكار مثلا احنا ادنا الو شوكار وكو كيتو شوكار الو شوكار يسوينا بايري نوز والكيتو شوكار يسوينا افيري نوز رينغ اوكي هيا المعلومة يسوينا بايري نوز اوكي هنا سيقسم الانوميرز هناك معادلات مثلا هذا يكون طويل بينما هذا سيكون تركيبه الكيميائي مثل ما تشوفوه وهذا نسبته 1% من الانومير سيصير ولكن الانومير الشائع هو الهاورث هاورث هاورث فورميلة مثل ما شرعتكم سوفوه ما معناته هذا ألفا الأولى الأولى هو المنظم هو المنظم من الهدروكسي لتصبح في الوضع ما نقصده نحن عرفنا ماهي الفورانز و ماهي الفورانز يأتي الكاربون 1 نحن لدينا هذا بالكاربون الأخير فاش راح يسوينا الفورانز اذا 6 مثلا ها يسوينا بايرينز اوكي اذا بايرينز شنو معناته وفورانز شنو معناته الفورانز اللي هو شنوه مثل ما شفنا شباب اللي هو الاولدو الشوقر اللي هو البييرينز والكيتو شوقر اللي هو فورانز اوكي فالسوداسية هذه البيرينوز هذا ألدو وهذا كيتو أوكي شباب فهذا راح يجي يرتبط بالسجيل الأخير راح يسوينا رينج رينج ستركتر يسمونا يسمونا هيمي أسيتايل فوم كي يسموه راح يسوينا مركب اسمه هيمي أسيتايل فوم راح يجيبك سؤال راح يرتبط راح يسوينا هيمي أسيتايل فوم هيمي أسيتايل فوم هذا مهم هذا المركب في عملية تكوين الأنومير غلوكوز لا يوجد بيرينج سيستم هذا بيرينوز دي بيتا دي غلوكو بيرينوز فوم تلوستيب المياه بيتغلوكوز لديه أنومير والفا والبتافيري هذه أنومير يمكنك تحقيق الوصف في التصوير بالمشارات المخصصة في الثالثة و الثالثة المخصصة في الثالثة هذا المخصص هنا لدينا الكلوكوز ادى 2 انامير الفا و بيتا هاي الانومير اللي شفناها الفا و البيتا بروديوست رح تنتيج بواصل شنوى with reference to the first يعني ما تتبع first carbon atom in all those or second carbon and مشوه هاي ما دركزكم بيها المهم هاي عمليات اللي يصير بالمونوسكرايد ننسى الدايسكرايد اعرفنا شنوى السكروز مالتوز ايزو مالتوز والاكتوز شنوى السكروز راح شوفو هنانا الجدول اللي شرحنا لكم ها فوق found in sugar cane and sugar peats هوا موجود موجود بالقصة بالسكر اوكي موجود بالقصة بالقصة بالسكر والبنجر السكري التكمبوز شنوى ما يتكون السكروز يتكون من كلوكوز وفركتوز وقط لكتباي و الفا واحد اثنين كلاكوستيك بونت شوف شوف ابها يا حال واحد اثنين كلاكوستيك بونت فهذا مهم كلوكوز و فريكتوز لكتباي الفا واحد اثنين كلاكوستيك بونت اوكي هسا يجي اللاكتوز هو موجود بالملك حليب الابقار يجي اللاكتوز و كلوكوز و في بيتا واحد اثنين كلاكوستيك بونت هذا اللاكتوز المالتوز ماجور ديجنراتيشن برويكتوز هنا شنوه ميت كونتو كلوكوز المالتوز مونومير و الفا واحد اثنين كلاكوستيك بونت المالتوز 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 من العملتوز المالتوز ويضم الأمور الكربون ويضم الأخرى من كربوهيدرات آخر سوف نفعلنا ما هو الكليكوسيد بيوميديك المبورترس على الكليكوسيد كيف هي طبية كارديك الكوكوسيد كارديك الكوكوسيد استعمل كارديك المسيطة ويضم الأمور الكوكوسيد ويضم الأمور الكوكوسيد ويضم الأمور الكوكوسيد ويضم الأمور الكوكوسيد استرification of alcohol group of monosaccharides with phosphoric acid is a common reaction in metabolism example glucose 6-phosphate weight لا تركزون أمين الأمين والشكار أمين الأمين والشكار أمين الأمين والشكار بيننا الأمين والشكار المنسيطة أمين أمين من القناة الاماين وشغر. هل تركزون به. يجي هنا اهمية الاماين وشغر كلوكوزامين اللي هو هيلورونيك اسيد حيبارين بلد جروب سبستانس غالكتوسامين كوندروتين سلفات كارتليج بوند تندن مانوسامين المخطوم للنصدون من الأمام للتركزpraس وغالكتوسامين الذي المسا Carterسさん كوندروتين repصريبون لمنخدمين المناسب الفقود 2023 الاماين يتم فيماية الاماين يعني oxygene و في الهيدروكسي الروب الهيدروكسي الروب جيد اذا الهيدروكسي الروب هذا سننضغيه ديوكسي شغر كما يرونه هذا سننصد ديوكسي دي ريبوز مهمة هذا ديوكسي دي ريبوز مهمة ديوكسي الروب هذا اجيبه هسنا نجينا الهومو بوليسكريد تصنيفات الهومو الهومو بوليسكريد الهومو بوليسكريد كليكوجين سيلولوز انولين ديكستران كيتين ماذا يبدأ؟ الهومو بوليسكريد كاربوهيدرات كاربوهيدرات احتياطي بالنباتات السكروز السكروز السيريال 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 ديكستران السيريال السيريال part absorbed water and uh and form past like jol amylobectine وكو اجزاء ما الذوب بالمي راح امتصها المي ورح يسوينا جل يسموه amylobectine في الاميلوز هو يذوب بالمي ولكن اجزاء ما الذوب رح يصري مثل جل هذا يسموه amylobectine او اجزاء امتصها المي وضع امام امتصها المي وضعها اجزاء السكر ملوز اكثر تفرعات ملوز امتصها المي وضعها من الامل 6 تلكوجين تضيف الكربوهيدرات في الحيوانات يعني ايضا القربيه احتياطي من الكربوهيدرات في الحيوانات وايضا وين نخزن بالليبر والمسل بالكبد والعضلات هذا راح نخزن وين اجداد خزنا بالليبر بالتقديق الجيدة سيقل اثناء الجوع كليكوجين يحتوي على كلوكوز اركزكم على ما يحتوي كلوكوز يونت بما يرتبطا بالفا وان فور لينك ايضا يحتوي على كلوكوز يعني الكليكوجين يحتوي على كلوكوز ارتبطا بواسط الفا وان فور لينك وين بالستريت لينك بالستريت يعني مستقيما ولكن راح تبطا بالالفا وان سيكس لكوستيك لينكيج وين بالنقاط المتفرعة كليكوجين يحتوي على كلوكوز كليكوجين يحتوي على كلوكوز يحتوي على كلوكوز لقد ارتبطت بـ بيتا وان فور لينكيج اتهاى استريت مثل مع مشوكوز بيتا وان فور يحتوي على تلك البيتا وان فور لينكيج ستتحلل بإنزيم السيلوبياز ستتحطم هذا الإنزيم السيلوبياز لكن هذا الإنزيم يستطيع الحيوانات في الحيوانات هذا الإنزيم يكون مختفي بالحيوانات والجهاز يستطيع الحيوان والإنسان السيلوبياز لا يستطيع الحيوان أهمية أهمية الأهمية يحتوي على ألياف الكاربوهيدرات الكاربوهيدرات لا يستطيع الحيوانات السيلوبيزر يمكنك التحيق 10-5 عجم السيلوبيزر الإنزيم 10-15 مرة السلوبيزر حيوانات بنضيف فلوويد حيوانات السيلوبيزر يحتوي على كلوكوز في هذه الأسرة وهذه الأسرة ستتحطم بوجود هذا الأنزيم ولكن هذا الأنزيم مختفي بالحيوانات بجازة تحضر من الحيوانات والإنسان الإنولين لانتقل من هيموغلاكان قمبوز ديفركتوز يحتوي على ديفركتوز يحتوي على ديفركتوز بيتا 1-2 من حيوانات المحلية من تحضر كربوهيدرة في مرات مختلفة مثلاً أحضر كربيل والغرلق هناك مصدر إحتياط الكربوهيدرات في موجود مثلاً في البصل والثوم إنولين البصل والثوم أجل تغيير الأفضل أيضا أستطيع إستران باستران أعاد الاستران من كوفيره للحرات المتقدمة بعد مصادر من الأيوان هذا. هذا ما يستعمله كمغذي في حالات شوق الصدمة هذه الدكستراض دكستراض يستعمله كمغذي الديكسترين يقوم بعمل عضمية من الديكسترين في الديكسترين يحتوي على وزن جزائع عالي من الكاربويدرات يصنع باسط البكترية الكايتين يقوم بعمل عضمية من الديكسترين موجود في الديكسترين إنه يتح seeden ناسية هو ناسية إسم أنهم ذكر عن ناسي بحذيف المنزل ناسية هذا هو ناسية المنزل يستعمل في عمليات ترحيل كهربائي أغار لا يستعمل في بكتريا وذلك يستعمل في عمليات ترحيل كهربائي يستعمل في زراعة البكتريا أغار يستعمل في حرارة 100 ثم يستعمل في زراعة البكتريا هذا يستعمل في زراعة البكتريا الثمونة الميكوس ساكرايض كلوكوس غلائكوس 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 حسنًا حسنًا لأنه هناك الكثير من ترحيل كهربائي الثمونة الميكوس الثمونة الميكوس يستعمل في ترحيل 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 عفو هذا الحاجة المهم شبابنا العزاء انتهت محاضرتنا لهذه السنة من ناحية الكمياء الحياتية إن شاء الله اكون قد وفقت ليصحي لكم كمعلومات وأنا أيضا أكرر كلامي أنه أنا حاضر لأي استفسار لأي تعليق يعني لأي استفسار أو سؤال يخص هذه المحاضرة تحياتي لكم أستاذ المادة أمير فاضل مدرس مساعد أمير فاضل الطعمة بإشراف أستاذ دكتور صاحب عبد المهدي الأطرقشي تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته